السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتكون مضاخات الطين تتكون من خطوط تتكون من معدات التنظيف اللي تنظفنا الطين من بعد ما يطلع لي من البير من معدات خلط العطيان من خزانات من عدة امور تفاصيل دقيقة احنا ان شاء الله نطرق لها بهذا الكورس أو المنهاج الخاص بالأودت طبعا رح يصير عندنا اكثر من مقطع ليش لانه احنا ما نقدر نختصر الكورس الكورس يعني خينقول فيه ساعة ساعتين ثلاثة مترهم فراح يكون عندنا عدة كورسات للأودت انت تختار الأودت اللي عجبك يعني أودت الخاص بالموتسيستم مثلا أودت الخاص بالدريلينج أودت يعني حسب امكان يعني انا لحد الان ما محدد ايش قد رح يصير عدي كورسات خاصة بالأودت ف يعني هذا الكل رح ان شاء الله يعني تشوفوا من خلال هذه الكورسات اللي قاعد أصورها فاليوم عندنا منظومة البي كوب البي كوب هي منظومة بديلة للفالفات خينقول عليها الكونفينشنال الاعتيادية أو التقليدية اللي كانت مستخدمة سابقا هذه المنظومة شنو طريقته هي عبارة عن منظومة يعني أول مرة شوفوا الصورة البي كوب يعني أغلب الناس يعني ما شايفته بس فقط الناس اللي يعني مش تغلب أبراج حديثة هذا البي كوب هذا شوف شكله هذا سابقا سابقا خلي أجيب لكم صورة عن الصمامات يعني الكفرات الخاصة بالفلود اند أوكي خلي أجيب لكم صورة حتى تكون وافعة عتكم تمام حصلنا الصورة حصلناها الصورة طبعا بالسلايد الثاني هذي شوفوا هنا هذا موبي كوب هذا كفر اعتيادي تمام هذا غطاء المن لهذا الجزء اللي هو يسموه الفلود اند اللي يضم الفي السيتا والفالف والسبرينك والكفر فالف زيان هذا يغطي بهذا الجزء هذا الجزء طبعا شنو عبارة عن بولتات اذا تشوفوها هنزين شوفوا هاي بولتات عبارة عن بولتات ويشدها يشد بيها الحد ما شنو الحد ما يقفلها قفل بحيث بعد ما يعني يتحرك هذا النت لكن هما وصلوا الى مرحلة يقول لك يا بقى احنا هذه الطريقة يعني احنا نشوفها مو افضل طريقة فلازم نتحرك الى موضوع اكثر حداثة شنو الموضوع اللي اكثر حداثة اللي هو اللي هو اللي هو البي كوب هذا الجزء اللي انشاء الكفر ذلك ونحطه بمكانه هذا الجزء تمام شغلة البي كوب شنو شغلة البي كوب بمختصر يعني اختصر لك ياها حتى ما تصير عندك فد ارباك به عبارة عنه شوف هذا الصمام هذا الصمام هو هنا هذا الصمام شد الهوز مالتي وضخ بمقدار معين العفو ضخ بمقدار معين شغلة كمية الضغط تعتمد نزين يعني اكو بيها عشر تالاف تسعة تالاف وتسعمية تسعة تالاف وخمسمية نزين ضغوط ما يعني حسب الموصى به لهذا المقطع او لهذا الجزء هذا الضغط اش راح يسوي طبعا هو شون كان بهذه الطريقة شوفه هاي الصورة خننقول عليها خننقول عليها خننقول عليها الصورة الاخيرة من بعد مانشت هو كان هذا هذا ترتيبة شوف هذا الفراغ هذا الفراغ هو هذا عبارة عن عدة نوابض وهنا المكان اللي ينحقن به الهايدروليك مزيين مادة هيدروليكية ينحقن هس احنا مو موضوع لانه شنو اللي قاعد ينضخ هذا ما ندخل به ينحقن هنا هذا هنا هذا ينحقن سائل على موت حتى شنو يضغط لي هذه السبرنقات وتلتسق مع بعضها التساقها مع بعضها شي سوي يخلي لك البولت شنو يصعد المن للأعلى صعد للأعلى صار هاي شوفان هنا هذا السائل تمام خلا في حالة تينشن يعني هس هنانه هو شنو هس هو حاليا اه في حالة تينشن ليش انضغطه بشقد بعشر تالاف بي اس اي تمام رجع بعدين واحنا قلنا لا تعتمدون كلمة عشر تالاف بي اس اي كل يعني كل اه معدة وإلها ضغوطها الخاصة بيها يعني لا تحاسبوني على هاي الكلمة واحد يقول تسع تالاف واحد يقول ثمان تالاف حسب الشركة المصنعة وشنو الموصى به زين يجوز خمس تالاف يجوز الفين فاحناسه مو هذا موضوعنا لكن هو انته مبدأ العمل احنا قاد نهتش عليه مبدأ العمل انه انا اشتغل بيش بضغط ينضخ بهذا المكان الحيز يكبس لهذه السبرنغات بحيث يضغطها يسوي بيها تانشن هذي من يصير بيها تانشن تضطر هذا البولت يضطر انه يصعد شنوه للأعلى زين من صعد للأعلى انا اجيب الكفر مالت البي كوب جبنا الكفر وقعدنا تمام من انقعده وانشيد انشد براحة ايدني ليش؟ لان هو هسي صار عنده شون القفل انقفل بعد يعني انا شدي الان بعد ما يصير عندي اي شي من انشد شديت النتات انا اشرح لك اياها بهذا الاختصار اللي حتى انت تفهمي وبدون تعقيدات شديت هذه النتوت ها اكو شغلة خليها بالك هذا الضغط مايروح فقط لواحد لا يروح للأربعة تمام بس انا قاعد نوضح لمبدأ العمل لبولت واحد اوكي فهو يروح هذا الضغوط تروح علما لكل البولتات الاربعة بالتساوي تمام شد النت كمل من يفرغ الضغط هذا البولت وين رح يرجع رح يرجع الى مكان الطبيعي تمام ما رجع الى مكان الطبيعي بعد تقدر تفتح هذا النت لان هو وكأنما اكو فتشي ماسكة انت شديت فتشي ماسكة سحبه من اللي يلزم النت يلزم هذا هذا الكفر يلزمه هذا من لزمه بعد مستحيل تقدر تفتحه لو مو تدق عليه لو مو كرين ما ينفتح خلي ببالك هذا الشي لان سابقا القديمة القديمة هذي احنا نفتحها شوف ها الفراغات ها الفتحات نفتح هذ البولتات وفتحنا البولتات وكملناهن وبعدين هذا الكفر مات لجسمه نفتحه بيش المرحلة توصل انه احنا نشد بولت يعني فد قطعة من الحديث طويلة ونسحبه بالكرين عن متحته ينفتح عندي لان مرات اشده اكبس على الكفر تمام فكبسي على الكفر يسبب لي مشاكل صراحة تمام فهذا مبدأ العمل مالتي انه هذا البولت هو بمكانه طبيعي هسه هو حاليا تمام هذا الجزء انا اللي اطلع عن مين اطلعه من اللي خينقول عليه من اللي من مكانه الطبيعي اشد النت وانتهى الموضوع يعني انا ساحبه بهذا المقدار خلي نقول هالترتيب هذا اوكي فهنا رح تصير عندي احكام بشكل يعني حقيقي مية بالمية والكل شبيههم الكل بمستوى واحد ما اكو واحد مجدود زايد واحد مرات تشوف بالقديمة بالقديمة هاذ هنانة اكو واحد اسنان طالعة شوية واحد اسنان قليلة ويعني اكو فد خلال يصير البيكويب لا ما بي هذا الشي طبعا البيكويب مو فقط هنا حتى على مكان اللاينر اللاينر اللي يصير من الداخل اكو فلنجة يعني هم هنا يعني احنا بصراحة مو كل اللي هاي طبعا هاي البام والكاميرون بس قديمة هاي ها سماكو هيت شي شبتشة او مادر شينو لا بس اختلف الوضع كله اختلف يعني هذا البام كلش قديم هذا يعني حتى اموره اكو لا اختلف الوضع يعني يعني بمات بدت تكون احدث وتكون اكثر تطور وأقل صرفية للاينرات وغيرها زيان البنفت يعني هنا شي يقلك يقلك هنا تقلل لي الوقت المصروف على والسرعة بتبديل الفالفات وتنصيبها وشدها يعني راح تقلل لي هوية وقت مو مثل ما انا اشتغل افتح هذا وشدة وخطورته فبالتل هاي السولف بعد ما لت الجيب لك بار وتجيب لك اسبانا وتجيب لك هاذا ان السولف والدك ما كوية شي بعد بيدك بولتات شدهم تعيت القصة زين هذا الشرح انا كله شرحته لكم هاذا تمام هذا الشرح شرحته ببساطة يعني ما خليتكم انه هاي السبرينجات شوفة هاي السبرينجات وهنا السائل رح يجي عندك الفتنغ هنا رح يبدأ يضخ السائل مالتي رح يدفعه للأعلى رح يضطر انه يصعد للأعلى تجي تتشد النت شدت النت انتهت القصة هذا هنا مثل اللاينر شون اللاينر حاكم لك هذه السبرينغات يعني السبرينغات ما تصعد للأعلى فالموضوع كلش يعني لطيف وحلو وحلو انه الانسان يبدأ يعني يستخدم تقنيات احدث لأن اولا احنا اهم شي عندنا السلامة هذي واحد اثنيا عندك شغلة ثانية اللي هي الوقت اللي يضايع من عندك ثلاثة انه انت اللي قاعد يعني تستنفذه مو طبيعي يعني صراحة فهاي الامور انت كلها قاعد تخلص منعتها بموضوع التطور فالتطور حلو ونحتاجه في كل معداتنا وما يصر نبقى على فد منهاج معين يعني لازم احنا دائما معداتنا نحاول نطورها وهو هذا هاي القطعة للعلم يعني تجيبها وتشدها وين تشدها على تشدها على على اي بوم يعني ما مو تقول مثلا هذي القطعة هي جاية يعني ملتس قوية القطعة اللي جواها دا هذي انا اقدر اشيلها واخليها هنا اقدر اشيل هاي القطعة واخلي من النوع القديم اذا ما عندي البيكويب ما لتبيه مشكلة يعني السبرينقارت محتمل عندي مثلا يصير عندي فدليك بهذا المكان فهذا يراد له يحتاج لصيانة وهكذا هذا كل ما في الامر واتمنى انه يكون واضح الموضوع وهذا مبدأ عمل والفوائد الخاصة من البيكويب يعني اتدأ فهمت البيكويب وفهمت طريقة العمل ما لتأكيد راح تكون عندك يعني فكرة متكاملة شون يكون العمل عليه تمام فالحد هنا ينتهي درس البيكويب سيستم فورمات بومس تحياتي لكم